هل هل بيكم مرة تانية ونروح بقى نتابع اخر اخبار النادي الاهلي وفيرة والمختلفة وزبلنا العزيز محمد توفيق هو موجود دلوقتي في مقر النادي الاهلي بالجزيرة توفيق صباح الخير عليك وانا وكريم واكيد كل جمهور عشر صفح في الاهلي دلوقتي اللي بتابعنا بيسمعك اتفضل قولينا بقى كده ايه اخبار النادي الاهلي وكمان ادينا زي كده يعني صورة حية في داخل النادي وعدد الاعضاء وايه الانشطة دلوقتي اللي بتقام ولو تقول لنا حل التقص خلينا نعرف منك الصورة فضل صباح الخير يا نهوان صباح الخير يا كريم تحياتي لكم وكل مشاهدي ومتابعة قناة النادي الاهلي في كل مكان يوم جديد وعشر الصبح في الاهلي معاكم من هنا من مقر النادي الاهلي الرئيسي بالجزيرة صباح الاسنين 5 يوليو 2021 يعني خلينا في البداية حطوه داخل الاجواء هنا داخل المقر الرئيسي بالجزيرة يمكن اجواء اكثر من رئاعة طبعا كعادة فصل الصيف يمكن درجة حرارة عالية شوية من الكلمة 34 درجة مقوية لكن في نسمة هوم خلي الجو جميل جدا في النادي الاهلي هنا يا ده خلي عدد كبير من الاعضاء خاصة من قبار السن يعني يعملوا عادتهم اليومية ويتناولوا فطارهم هنا داخل النادي الاهلي كمان عدد كبير جدا من صغار السن والشباب الصغير حرص على تدريباته وكان موجود من بدر جدا داخل المقر النادي هنا خاصة تدريبات السباحة اللي بدأت في الساعة الخامسة صباحا وانتهت في التساعي ممكن اجواء اكثر من رئاعة اي حد عاوز يجي النادي بقوله تعالى بوعى تتأخر جو جميل جدا الاجواء اكثر من رئاعة كمان في سيولة مرية تم خارج النادي الاهلي هتوصل قبل المعاد كمان اللي انت محدده نروح بقى الاخبار فرقنا ونبدأ باخبار الفريق الاول لقراط القدم والنادي الاهلي والفوز يعني اكثر من رائع ونتيجة عريضة على سموح انبارح بربعية نظيفة في اطار مباراة الاسبوع السامن والعشرين يمكن فوز بيقرب النادي الاهلي خطوة من الحفاظ على لقبه السالس على التوالي والحصول على لقب السالس والاربعين في تاريخه يمكن اداء اكثر من رائع طب من كل جماهير النادي الاهلي على الفترة المقبلة يمكن فترة صعبة عندنا مبارياتين في الدور العام وبعد كده نهائي بطولة دور ابطال افريقيا يمام كايزة الشيفز ان شاء الله يوم 17 يوليو الجاري يمكن كمان مستر بيتسيو مستمعين المدير الفني للفريق منح الفريق راحا النهاردة من التدريبات على ان يستانف الفريق ان شاء الله غدا في الخمسة مساء تدريبات واستعدادها لمباراة المقاولون العرب في اطار مباراة الجولة الستة وعشرين دي مباراة معجلة من الجولة الستة وعشرين يكون النادي الاهلي مع التوفيق ومعايا زي ما بقولنا ممكن النادي الاهلي اداء اقصى مرة على الفترة الماضية لكن كان في بعض الوقت غير في التوفيق لكن لما شفنا كان التوفيق معنا في مواتش سموحة النتيجة كتا 4-0 وكمان النادي الاهلي ممكن ضيع اكتر من 4 اهداف محققة ان شاء الله للسالة من بكرة هتبتدى المباراة الماولين ثلاث نقاط جديدة تقربنا خطوة جديدة من اللقب المفضل النادي الاهلي لقب الدوري عشان يحصل على الدوري للموسم الثالثة على التوالي والمرة الثالثة والاربعين في تاريخ نروح بقى الاخبار العبنا الاخرى والبداية مع فريق كرة الماء بالنادي الاهلي يمكن اعلن الكابتن رقوف عبدالقادر مدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي انبارح عن انضمام صفكتين جديدتين لصفوف الفريق وهما اللاعبين عبدالرحمن فوزي وكريم ابو داود ممكن طم توقيع اللاعبين على عقود انضمام للنادي الاهلي مساء امس لمدة خمس سنوات بتدام من الموسم الحالي وحتى موسم عشرين خمسة وعشرين وده كان بحضور الكابتن واقل عزة رئيس جهاز العاب الماء طبعا يعني الصفكات اللي النادي الاهلي بيبرمها فيها هذه الفترة تأتي في اطار سياسة مجلس يدارة النادي الاهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب في تدعيم كافة الرياضات داخل النادي الاهلي مش قرة القدم بس يمكن اللاعبين عبد الرحمن فوز قادم من نادي الزمالك وكريم ابو داود قادم من صفوف هليوبلس وده طبعا بعد تقلقهم في السنوات الماضية كان حرصين ان هما يكونوا متواجدين في النادي الاهلي نادي البطولات يعني زي ما بقول يبتدوا سلسلة من الانتصارات والبطولات والالقاب الفردية والجماعية مع الفريق كمان معنا يمكن خبر من كرة اليد الفريق طبعا أنسات ورجال يواصلون الاستعداد ولموسم المقبل ان شاء الله يمكن فريق الرجال بيستعد لبطولة افريقيا اللي هتنطلق 24 اغسطس المقبل في مدينة اغادير بالمغرب وكمان السيدات بيستعدوا للدور العام كمان لعبين الدوليين حمر عصام الطيار ابراهيم المصري محصر رمضان احمد عادل النهاردة ان شاء الله عنده مباراة مهمة جدا مع المنتخب الوطني في اطار معسكر استعداده اللي هي اولمبياد توكيو يمكن المعسكر اللي موجود حاليا في فرنسا يبقى فيه مباراة في تمام السبعة مساء امام المنتخب في فرنسا احد وظموها كرة اليد في العالم وده طبعا زي ما قلنا في اطار السعداد المنتخب لأولمبياد توكيو يمكن الفريق المنتخب مستمر في فرنسا حتى يوم 8 يوليو بعد كده هينطلق فيه معسكر تاني في المانيا لحد يوم 12 يوليو بعد كده هيرجع للقاهرة ومن سمى السعداد والصفر لتوكيو لبدء منافسات الأولمبياد كمان معنا خبر يعني كعالة النادي الأهلي بيمد كل المنتخبات الوطنية وده دور الوطني اللي دائما النادي الأهلي من يوم ما قنش كان ماشي في نفس الضرب يمكن كمان منتخب الطائرة عادة كبير جدا من اللاعبين بينضم للمنتخب وده في اطار الاستعدادات لبطولة كأس الأمم الأفريقية المهيلة لكأس العالم هيخد دورة ودية في دولة بولندا وفي اكثر من نادي الأهلي انضم المنتخب يعني عبد الحليم عبو احمد قد احمد سعيد محمد محسن عبد الرحمن سعودي محمد عصران ومحمد رمضان وكان كمان من المكرر انضم لعبين اخرين زي عبد الله عبد السلام ولكن يعني بعد منذ ايام اعلن قراره بالاعتزال اللعب الدولي وكابتن احمد صلاح احد اساطير كورت الطائرة في مصر اللي اعتذر للجهاز الفني المنتخب عن الحضور للمعسكر وان شاء الله يكون موجود في قدم الموايد اما محمد عادل فاعتذر ايضا عن المعسكر لانه عندهم امتحانات بيقديها في هذه الفترة كمان يعني بكملين في كل منتخبات مصر ولعبين من النادي الاهلي بيمثله في كل منتخبات منتخب السلة كمان كابتن احمد مرعي المدير الفني للمنتخب القومي في اطار استعدادات ولبطولة الافرو باسكت يمكن نضم ثلاث لعبين من النادي الاهلي هم اهاب امين عمر الجندي وعمر طارق ثلاث لعبين من النادي الاهلي يكون موجودين ان شاء الله في صفوف منتخبنا استعدادا للبطولة الأفريقية. كمان فرقة السلة بنات أو منتخب مصر للسيدات ضم أكثر من اللعبة من نادي الأهلي في إطار برضو استعداداته لكأس الأمم الأفريقية الأفرو باسكت واللي هتنطلق فيه رواندا خلال الشهور القليلة المجبلة يمكن نادين السلعاوي سوريا محمد رضوى محمد فريدة وائل نهاشتة ورانيم الجداوي هم اللعبين المنضمين للنادي الأهلي. نادي الأهلي زي ما قلنا وبنقول مرارا وتكرارا كانت رسالته من يوم مقنش هو مد كل المتخبات الوطنية بالرياضين الدور الأهلي الوطني ما بيقفش عند كده كمان لكن الخبر اللي بعانا بعد كده من الأخبار الاجتماعية عندنا هنا في النادي الأهلي هو برضو من دور النادي الأهلي المجتمعي وأدوار النادي الأهلي التي لا تنتهي أبدا لكن لجنة المرأة بالنادي الأهلي بتعلن عن فتح باب تقدم لمتطوعين ومتطوعات لتدريس يعني زي ما بيقول لكبار السن من العاملين هنا في النادي الأهلي أو العمال لم يحرفهم الحظ في استكمال تعليمهم يمكن ده تم طبعا بالتعاون مع اللجنة العليا للجان وتحت إشراف الإدارة التنفيذية هنا بالنادي الأهلي لجنة المرأة أعلنت أن في الفروع السلاسة هيتم فتح باب التقديم سواء بالمقار الرئيسي هنا في الجزيلة أو فرعاي مدينة نصر والشيخ زايد ده طبعا يعني طبقا للبرتوكول المعمول به أو الموقع بين النادي الأهلي والهيئة العامة لتعليم الكبار يمكن الدفعة الأولى من الدارسين من عمال النادي الأهلي هنا خلاص أو شكت على الانتهاء وهيكون فيه امتحانات اليوم من الفترة الجاية يعني بالتزامن على طول هنبدأ الدفعة الثانية ويمكن عشان كده النادي الأهلي فتح باب التقدم للمتطوعين والجدد عشان يدرسوا للعمال من الكبار السن هنا داخل النادي الأهلي ويمكن دي كانت كل أخبارنا وأجواءنا هنا داخل النادي الأهلي نقود لكم ونديكم الكلمة عشان نكمل بقية فقرات برنامج رائع جدا وتخطية جميلة وكمان أن أنت تنقل لنا الأجواء عندك والأنشطة المختلفة وفكرة كمان تعليم الكبار دي حاجة جميلة جدا محترمة جدا يعني بجد شيء إنساني رائع أنا خايفة بقى أقولك استناني أنا جايا النادي لأن كل مرة توفيق بقوله استناني حاجي لك بعد الهوى بس ما بجيش بس احتمل أجي النهاردة على كل حال مشكورة جدا زميلنا العزيز توفيق شكرا لكم